اهلا بكم عزائي طالبات وطالبات المحرر الأدادية بريب 3 في مادة ساينس تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم المرة اللي فاتت كنا اتكلمنا عن Electric Current واتكلمنا كمان عن حاجة اسمها Electric Potential وال Potential Difference وقلنا الفرق ما بينهم وقلنا ان احنا ان شاء الله هنكمل المرة دي بقية الحاجات اللي Related to Electricity فان شاء الله نهاردة في الليسون هنبتدي حاجة اسمها Electric Resistance الفرق ما بينها وأنواعها وهنتكلم عن حاجة اسمها Ohm's Low ازاي نقدر نستانتج Ohm's Low وازاي نقدر نحل عليه فهيلا بينا كده نبتدي ونشوف هنعمل ايه قبل من نبتدي مع بعض تعالوا كده افكركم بسرعة ايه كان الفرق ما بين Electric Current Intensity وElectric Potential Difference قلنا Electric Current Intensity هو Quantity of a Charge او كمية ال Charge Passing by a Cross Section in a Conductor in One Second وتكلمنا عن فرق ما بين حاكتين حاجة اسمها Electric Potential والتانية اسمها Potential Difference قلنا ايه هو ال Electric Potential هو ال State نفسه بتاع ال Conductor او State of a Conductor which shows transfer of electricity from or to it او to the Conductor يعني امتة when it is connected to another conductor طيب قلنا Electric Current Intensity كان بيتقاس Using Any Tool كان اسمها ايه A Meter لكن ال Unite كان اسمها ايه Ampere لكن Potential Difference كان بيتقاس بايه بال Volt Meter والUnite كان اسمها ايه Volt واخدنا كمان حاجة اسمها Electromotive Force دي تخص مين بس تخص الباتري وقلنا برضو انها تتقاس بمين بال Volt Meter وبرضو ال Unite بتاعتها كانت ايه كانت Volt وتكلمنا عن شوية Definitions كده تانية زي مثلا Definition of Joule Definition of Ampere Definition of Column و Definition بتاع Potential Difference نفسه و Definition بتاع Electromotive Force وقلت لكم المرة اللي فاتت لازم نحفظ كل ال Definitions لانها بتجي باشكال كتيرة جدا مختلفة من الاسئلة نهارده ان شاء الله هنتكلم عن حاجة ثالثة جديدة خالص اسمها Electric Resistance او اللي احنا بنقول على نوع من عنواها Reostat نكمل احنا لسه في ال Unite اللي اسمها Electric Energy and Radio Activity طيب Lesson 1 برضو احنا لسه فيه Part 2 Physical Properties of Electric Current ال Physical Properties of Electric Current اللي احنا بندرسهم في الدرس ده هم ثلاث حاجات Current Intensity Potential Difference و Electric Resistance Number 3 Electric Resistance ايه ال Definition Obstruction to the Flow of the Current in the Electric Circuit يعني ايه Obstruction يعني حاجة بتعطل Definition تاني هقوله مرة كمان هو Obstruction to the Flow of the Current in the Electric Circuit زي ما احنا شايفين كده قدامي ده Copper Wire Copper Wire اللي هو بيمشي فيه من Electric Current نفس وقلنا ليد نستخدم Copper Wire عشان هو Wire عشان هو Conductor of Electricity وعشان سهل جدا انا اشكله وتعتبر من المعايد الخفيفة جدا او السهلة جدا في التشكيل فبالتالي Current Intensity او Electric Current هيمشي جواها بسهولة هنا ده الريزيستور اهو بيستخدم علشان يعطل لي شوية Electric Current يعمل لي حاجة اسمها ايه Obstruction طيب نكمل Measured by A An Instrument called Ohm Meter يعمل حد رؤية درسنا تلاتة instruments A Meter Volt Meter واخر واحد كان اسمه ايه Ohm Meter Ohm Meter B is Electric Resistance اللي هي السمبل بتاعها Or Capital برضو طيب اليونة بتاعها اسمها ايه اسمها اوم وهناعرف later في الليسن هو ليه تسميت اوم So الانسرومنت اسمها Ohm Meter لكن اليونة اسمها ايه اوم بس من غير ميتر طيب ايه هو الاوم ده على فكرة السمبل بتاع اوم Definition بتاع اوم بقى It's the resistance احنا قولنا دايما في الديفينيشنز هنشوف الاوم ده مسلا هو اليونة بتاع مين تاع resistance يبقى اول كلمة تتقال هي مين It's the resistance Of the conductor To the flow of a current Of one ampere Where the potential difference is one volt الاوم ده بيجمع ما بين The two values دول Ampere and Volt يبقى هنا عندي الاوم هو مين هو resistance نفسها امتى أو resistance of a conductor To the flow of a current of one ampere يبقى الcurrent عندي بيكون متحدد بone ampere Where the potential difference طبعا ما بكلام على الديفينيشن Where the potential difference is a is one volt هقوله مرة اخيرة هو اوم يبقى بيجمع مين بيجمع يبقى الكلام في الديفينيشنز يبقى اول كلمة في الديفينيشن يكون ايه It's the resistance Resistance of the mean of the conductor To the flow of a current of one ampere امتى الpotential difference بيكون قد ايه When aware the potential difference is at the one volt طيب هنا resistance has two types Constant and variable resistance Constant resistance لازم نبقى حافظين السيمبل والشكل بتاعه ده Variable resistance لازم نبقى عارفين ان هي نفس الشكل بس فيها سهم كده لفوق ودلوقتي هنعرف الفرق وليه عملنا ده فيها سهمه دي ما فيها شي يبقى constant resistance هو الشكل بتاعها سيبت خط زيجزاك كده ومتوصل من ناحيةين من المين والشمال ببقيت السيركيت Variable resistance نفس الخط الزيجزاك ده بس الفرق ان هو هيبقى عليه pointer كده من فوق وبرضو الجزئين اليمين والشمال هما بيتوصلوا بمين هما اللي بيتوصلوا بالسيركيت احنا محتاجين نحفظ السيمبل دي ومحتاجين نحفظ السيمبل بتاع الأميتر اللي هو كان ايه جوه السيركيل كده والvolt meter اللي هو كان حرف الفي جوه السيركيل ليه؟ عشان لو ما ماجي ارسم الالكتريك سيركيت او لو جالي سؤال وبيشاول لي على حاجة فيهم لازم ابقى عارفة كل حاجة فيهم هو السيمبل بتاع ايه بالزبط طيب تعالوا كده نشوف الفيديو ده الفيديو ده بيشرحلي بالتفصيل ايه هو الالكتريك رزيستنز وبيشرح استخدماته وازاي قدر استخدمه جوه السيركيت والالفكتف نس بتاعته في حاجات مختلفة تعالوا نشوف الفيديو ما بعد بعد كده هنعلق عليه اجتماعات سيزيله 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 which controls the flow of electric current during its passing through a conductor. The electric resistance is measured by an instrument called ohmmeter. The variable resistance or rheostat is used to control the electric current intensity passing through the circuit and potential difference in different parts of the circuit. It consists of a metallic wire of high resistance coiled around a cylinder made of an insulating substance such as porcelain. And a thin copper sheet has a sliding contact that can be moved along the wire length. The rheostat depends on controlling the resistance that the current will face. while passing in the wire by controlling the length of the wire by sliding the flexible sheet on the wire coil. There is a direct relationship between the length of the wire and the resistance. Hence, if the length of the wire increases, the resistance increases and the current intensity decreases and vice versa. Did you know that inside the fuel tank of a car, there is a pointer connected to a changeable resistance that controls the flow of electric current in the car's fuel scale. So that when the level of the fuel is low, an electric current flows in a circuit causing the deviation of the fuel pointer, indicating that the car needs fuel. Okay. As we saw the video with each other, the video explains the description, which means what? Climate resistance or electric resistance. After the video, when he says that electric resistance is happening, like the method that we mentioned, in the way, to reduce the current current. This method, in the way, will be able to reduce the electric resistance that will reduce the electric resistance to get to the electric resistance that I don't need. And here, in the video, it's a very important thing. I will use it even for my life. Right? When we are in Arabic, we will find that the oil pointer has started to tell me that the oil oil is low or that I need oil in Arabic. How does this happen? How does this happen? Like I said, inside the fuel tank of a car, there is a pointer connected to a chain that controls the flow of electric currents in the car's fuel scale. The pointer of the car is called the changeable resistance. The changeable resistance is called the controls the flow of electric currents in the car's fuel scale. It is used in the car with the scale of the car fuel or the pointer, which is called the fuel or the benzine of the fuel and the fuel. When the level of the fuel is low, the level is low. What is happening? The electric current flows in the circuit causing the deviation of the fuel pointer. It is used to be an the pointer of the fuel or the fuel of the benzine. indicating that the car needs fuel. of the fuel 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 that I need. There is a more another one. resistance is called variable resistance. variable resistance I can use it very easily to get the fuel or to get the fuel or to get the fuel from the fuel from the whole of the fuel 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 during its passing through a conductor. will give you a more look at the detail of the video. what is the component of the volume? the one thing I have it is electric wire electric wire of it is an isolated copper wire of it should be insulated or plastic or plastic or materials that is used or quartz orinstrPLE electric shock microcyx of it like this Als I have it the one thing here it is another thing Lamp or conductor ثالث حاجة لو انتم شايفين الجزء الصغير ده اللي مكتوب عليه ON هو ده السويتش بعد كده الريزيستز اللي على جنب دي واخر حاجة الباتري الباتري دي تبقى ايه source of electricity لو لاحزنا في الـ direction بتاع الـ arrows بتاع الـ electric current هنلاقيها جاي زي ما انا قلت لكم قبل كده from negative to A to positive طيب نكمل الفيديو تاني controls the flow of electric current during its passing through a conductor the electric resistance is measured by an instrument called ohm meter زي ما احنا شايبين قدامنا كده بنقول ohm meter is the instrument used to measure the electric resistance يبقى ده لإيه الـ instrument أو الطول أو الـ device التلاتة نفس الكلمات للحاجة واحدة لكن الـ unit هي مين؟ هي اوم تاني حاجة بيقول لي the measuring unit of electric resistance is mean is ohm طيب ايه هو الـ ohm؟ هقوله برضو مرة تانية احنا لسه يدينه من شوية ohm is the resistance between two points of a conductor لبا هي resistance اللي موجودة ما بين two points of a conductor وقلنا conductor ده هي اي حاجة بتستخدم الكهرباء علشان تشتغل when the potential difference is at the is one volt applied to these points producing a current of one ampere in the conductor أو ممكن نقولها بشكل مختصر ونقول على طول إن هي a resistance between two points of a conductor when passing or in the conductor a current of one ampere and the potential difference is at the is one volt طيب ايه تاني اللي تقال في الفيديو زي ما احنا شايفين هنا بيقول لي إن أنا عندي two types of resistance constant resistance أو اللي بلون عليها fixed resistance وتاني واحدة كان اسمها ايه؟ variable resistance يلا بينا كده نشوف الفرق ما بين constant resistance وvariable resistance هنا الرسمة الاولانية اللي بيبعليها الpointer ده من فوق the variable resistance also known as sliding real stat يبقى أنا بقول عليها variable resistance أو changeable resistance أو لها الاسم الدارج اللي احنا بتستخدمه اسمه sliding real stat sliding real stat can be changed to adjust the value of the current and potential difference in the circuit الكثة دي بقى هي اللي فيها شرح كتير جدا محتاجين نفهمه محتاجين نعرف ازاي يغير current intensity أو اتحكم فيه وازاي يغير potential difference أو اتحكم فيه زي ما احنا شايفين variable resistance السيمبل بتاعها بيبقى الخط الزجزاج ده وفوقيه فيه ايه؟ فيه سهم طيب نكمل components of the variable resistance زي ما احنا شايفين قدامنا وكمان شفناه في الفيديو هو ده شكل variable resistance قبل ما انا اوريكم components واحدة واحدة ونتكلم فيهم تعالوا كده نشوف انا عايزكم انتو لتستنتجوا انتو شايفين ايه؟ طيب احنا شايفين بار كبير كده اللونه الابيض الرمادي شوية ده الفاتح بار كبير البار ده لافف حواليه ايه؟ حواليه ايه؟ حواليه سلك كده ملفوف كتير جدا اللي هو اللي باللون الاسود طيب جاي في ايهم ايه بقى؟ جاي في ايهم حاجة زي slider كده أو pointer ال pointer ده لو تلاحظوا انه هو موجود على slide تاني او بار تاني الرفايع اللي فوق ده ده معناه انه نقدر اخرج ال pointer ده يمين وشمال سو هي دي المكونات اللي قدامي ودلوقتي عملكوا release لمكون مكون ونتناقش فيه تاني انا عندي بار الكبير ده اللي لونه السيلندر ده اللي لونه ابيض لافف حواليه السلك اللي لونه اسود الكتير ده ومن فوق في slider كده و slider دي هي كمان منفوفة او موجودة على بار رفايع جدا عشان اقدر احركها يمين وشمال وطبعا هي كل دي لو انتوا شايفين كده ان فيه مخرجين للكهرباء علشان تتوصل بالالكتريك سيركيت وقدر اتحكم في ال potential difference او current intensity جوه الالكتريك سيركيت يلا بينا نشوف مع بعض number A بنقول هنا A metal wire of high resistance wrapped around a cylinder made of an insulator such as porcelain ركزوا معي احنا محتاجين نتحكم في current intensity وال potential difference جوه السيركيت يبقى ما نفعش الالكتريك وير ده يكون ملفوف على حاجة مش insulator لان هو ممكن يعمل مشكلة في current intensity نفسه او في الالكتريك كارنت نفسه هنلاقي الالكتريك كارنت بدر ما هو ماشي جوه السيركيت هيمشي جوه الانسوليتر اللي لافف حوالي السلك ده فلازم يكون السلك ده ملفوف حوالي insulator عشان يبقى ما لوش دعوة بالالكتريك كارنت اللي خارج منين من الالكتريك سيركيت طيب المتال ده او الواير ده لازم يكون الريزستنس تاعته عالية جدا So a metal wire of high resistance wrapped around a cylinder made of an insulator such as porcelain الporcelain هو البرسلين يعني ده من الالكتريك انسوليترز وما فيش اي مجال انه هو يوصل الكهربا طيب ايه المكون التالي A copper sheet that can slide over the whole length of wire called slider الجزء اللي فوق اللي انتوا شايفينه ده لونه copper اهو الجزء ده بمعمول من ايه؟ معمول من الكوبر هو عبارة عن pointer او اللي احنا بنقول عليه ايه؟ slider ممكن يتحرك يمين وشميل بحيث انه هو يتحكم في طول السلك ازاي هيتحكم في طول السلك؟ لو انا مثلا جبته اقصى اليمين كده يبقى السلك الجزء اللي بعد ايه الاكسبوزد ايه؟ جزء كبير جدا يبقى انا كده ايه؟ زودت السلك طيب جبته في النص يبقى انا قصرت السلك وهكذا جبته على الاخر يبقى انا قصرت السلك جدا فالسلايدر او الpointer ده لما بيتحرك يمين وشميل هو بيتحكم لي في كمية الـ resistance اللي هتبقى معارضة للطيار الكهرابي جوه الـ electric circuit ده number B طيب انا ارسل لنا عشان هو مش بيوصر طيار الكهرابي وعشان انا مأصرش على الطيار الكهرابي اللي خارج من الـ electric circuit اللي انا بحاول اتحكم في الـ electric current intensity والـ electric potential difference جواه number two a copper sheet that can slide over the whole length of wire called a cooled slider يعني الـ copper sheet ده لازم يكون بيتحرك كويس وعنده access من اول الـ wire لحد اخر الـ wire عشان اتحكم في الطول بتاع السلك اللي انا محتاجة بالضطفة بالتالي اقدر ازود الـ resistance وقلل الـ current intensity واتحكم في الـ potential difference زي ما انا محتاجة طيب قبل ما نخش في الجزء تاني ان شاء الله في الحلقة اللي جاية تعالوا كده نراجع مع بعض احنا قلنا ايه لحد دلوقتي احنا تكلمنا اول حاجة عن current intensity بعد كده تكلمنا عن potential difference واخر حاجة تكلمنا عنها هي electric resistance current intensity اليونت بتاعتها كان ايه؟ ampere الجهاز اللي بيقيسه كان a meter potential difference اليونت بتاعتها كانت ايه؟ volt والجهاز اللي بيقيسه كان volt meter resistance الجهاز اللي بيقيسه اسمه ايه؟ ohm meter اليونت بتاعتها اسمها ايه؟ اسمها اوم ايه هو resistance مرة تانية؟ هو obstruction او opposition to the electric current in the electric circuit التعطيل اللي بيسببه الحاجة دي اللي هو electric resistance للطيار الكهرابي احتحكم في الطيار الكهرابي زي ما انا عايزة عن طريق resistance دي وقلنا resistance دي ليه هنوعين؟ fixed definitions كتير جدا في اللي سن ده لحد دلوقتي وانا عارفة ان انتو بتتلخبطوا ما بينه ايه هو الاوم او definition of ohm؟ هو the resistance زي ما احنا قلنا لما يكون جايب اليونت دايما دايما هبتدي في definition بتاع اليونت دي بالحاجة اللي دي اليونت بتاعتها يعني لو potential لو انا مثلا بتكلم عن الفولتي بيت's the potential difference لو بتكلم عن الامبيري بيت's the current intensity واهجاز لو بتكلم عن الجول لي بيت's the work كده على طول طيب هنا definition of ohm هو ohm هو مين؟ هو resistance او هو اليونت بتاع resistance بيت is the resistance of the conductor a resistance of the conductor to the flow of a current of at the e one ampere where the potential difference equals at the e equals one volt ان شاء الله في المرة اللي جاية هعرف ازاي استخدم ال variable resistance علشان اتحكم في current intensity والpotential difference هتعلم حاجة اسمها ohm's law اللي هو اللي بيجمع ما بين الثلاث values دول اللي هما resistance, current intensity, potential difference اللي احنا خدناهم لحد الوقتي هنتعلم مع بعض ايه الماثيماتيكال relationship بتاعتهم مع بعض هنتعلم ايه الفرق ما بين ال direct relationship وال inverse relationship between التلات حاجات دول هناخد شوية graphs كده علشان تبيني الفرق ما بينهم طلبة منكم زي ما طلبت منكم الحلقة اللي فاتت ان احنا نكتب كل ال rules قدامنا وكمان نكتب ال definition علشان لما يجلنا اسئلة نعرف نحلها مع بعض طبعا يبقى معانا ورقة وقلم ويبقى معانا calculator علشان نحل ال questions مع بعض طلبة منكم كمان ان كل ال definitions حاول نكتبها كده مرة واثنين وثلاثة ونترجمها ونستنتج منها الماثيماتيكال relationship ونلاقي الموضوع سهل جدا جدا ان شاء الله اشوفكم على خير حلقة جاية ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة